نقش الجانبان الوضع في قطاع غزة والأزمة الإنسانية وشددا على الحاجة الملحة إلى تحرك المجتمع الدولي لمنع المزيد من التدهور وأكد الملك عبد الله الثاني على ضرورة وقف الحرب على غزة وحماية المدنيين وضمان المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للقطاع كما دعا الدول إلى عدم وقف دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا وحذر من أن الهجمات الإسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة ستكون لها عواقب وخيمة وشدد على ضرورة انتهاج رؤية سياسية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين من قبل كافة الأطراف